مشاهدين الكرام، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في هذه المتابعة المستمرة للانتخابات الرئاسية ولكن الآن نتابع أهم الأخبار وموجز الأهم وآخر الأنباء مع شروق عمد شكرا لك إلهام موجز الثامن بتوقيت القاهرة أهلا بحضراتكم يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وأعلن المستشار أحمد بنداني مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تلقت ما يفيد بوجود إقبال كثيف من جانب الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مشيرا إلى أنه لم تكن هناك ثمة شكاوى من شأنها عرقلة سير العمليات الانتخابية وبدأت في تمام ساعة التاسعة من صباح اليوم لجانو الاقتراع لمستوى محافظة الجمهورية أعمالها في استقبال الناخبين وتجرى الانتخابات تحت إشراف قدائي كامل ويستمر التصويت من التاسع صباحا وحتى التاسع مساء وتم تحديد يوم الثلاث عشر من ديسمبر لانتهاء عمليات الفرز وإرسال المحاضر للجان العام أعلن رئيس الهيئة العام للاستعلامات ضياء رشوان في بيان أن الهيئة تتابع على مدار الساعة انتخابات رئاسة الجمهورية وأوضح البيان أن التقارير الصحفية والإعلامية الأجنبية والمصرية التي تتابعها الهيئة أشارت إلى أن العملية الانتخابية تسير في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة منتظمة ولوحد وجود كثفات كبيرة أمام مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر وأضاف رشوان أن هذه التقارير أكدت أن جميع لجان الاقتراع الفرعية قد فتحت أبوابها للناخبين دون استثناء واحد وذكر رشوان أنه يشارك في تغطية هذه الانتخابات خمسمائة وثمانية وعشرين مراسلا صحفيا لوسائل إعلام أجنبية من بينهم أربعمائة وستة وعشرين مراسلا مقيما ومئة واثنان زائرا لتغطية الانتخابات ويمثل كل هؤلاء مئة وعشرة مؤسسات إعلامية تواصل غرفة عمليات تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية متابعة ورصد عملية التصويت من خلال فريق متابعة من حوالي عشرين ألف متابع ومتطوع وقامت الغرفة بمتابعة ورصد عدد سبعة ألاف وستمائة وثلاثين لجنة في سبع وعشرين محافظة حيث لم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على سيل العملية الانتخابية ورصد متابع التنصيقية زايد الإقبال في معظم المحافظات فيما تم رصد تفقد عدد من المنظمات الدولية للجنة الانتخابية في عدد من المحافظات لمتابعة العملية الانتخابية تقدم تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا بالشكر والتقدير للشعب المصري على المشهد الديمقراطي والنزول بكثافة غير مسبوقة لاختيار من يمثلهم في الفترة القادمة لرئيس مصر وأشار بيان التحالف إلى أن نزول الشباب والمرأة وذوي الهمم ورجال بهذه الكثافة لاختيار من يمثلهم هو دليل على أن الشعب المصري يمتلك القدر الكافي من الوعي وحب الوطن انطلقت أعمال اتلاف نزاهة دولي لمتابعة أول أيام التصويت في الانتخابات من خلال فريق متابعين أجانب ممثلين عن 34 دولة وشهد متابع الاتلاف كثافة عددية أمام أغلب مقار التصويت كما لاحظ الاتلاف وجود تسهيلات لكبر السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير بطاقات مصممة بطريقة برايل لمساعدة أصحاب الإعاقة البصرية في ممارسة حقهم الانتخابي أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها تتعامل مع كافة الحملات الانتخابية بحيادية تامة وتقوم بتغطية العملية الانتخابية من خلال قنواتها العامة والإغبارية من أرض الواقع ومن خلال كاميراتها المنتشرة في نقاط متعددة على مستوى الجمهورية ورصدت غرفة المتابعة أغبارا مغلوطة عن منع بث أو منع أغبار بعينها سواء لمحتوى معين أو رصد لحشود أو لمشاهد معينة للناخبين والمؤيدين للمرشحين الأربعة وبناء عليه تنفي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مثل تلك الأغبار المغلوطة لتؤكد الالتزام الإعلامي بالأكواد الإعلامية وما يتصق مع القواعد المنظمة للعمل الإعلامي وكافة مواد الدستور أدل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك في مقر لجنة الانتخابية بمصر الجديدة كما أدل المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بصوته في مقر لجنة الانتخابية وأدل أيضا المرشح الرئاسي عبدالساند يماما رئيس حزب الوفد بصوته أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة كما أدل المرشح الرئاسي حازم عمر بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس نهاية موجز الثامنة دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة